دكتور شنو موضوع التجسس بس اريد اتوضح يعني هي لجان تفتش في حول تفتش عن اسلحة الدمار الشامل في اي مكان في العراق اين مجال يعني كيف اتهم العراق هؤلاء بالتجسس كيف كانوا يتصرفون بحيث انهم التهموا بالتجسس يعني عندما تذهب لجان التفتيش لزيارة معامل الجلود نعم مصانع الاغذية معامل البلاستيك المدارس المختبرات الكليات لم يبقى مصنع واحد في العراق لم تزره اللجنة الخاصة المصانع الحكومية المصانع الاهلية المعامل البسيطة يعني هذه لا علاقة لها الا التجسس على القدرات الصناعية العراقية ومنها تدرجت اللجنة الخاصة كما اوضحنا الى انه نفتش المواقع الامنية التابعة لرئاس الدولة ما علاقة المواقع الامنية الرئاس الدولة باسلحة الدمار الشامل ثم نفتش القصور الرئاسية يعني هل يعقل انه قصر الرئيس الدولة يقام فيه مصنع الاسلحة الكيميائوية يعني اذا نعتبر هذا محاولة تجسس نعم وحاولات كثيرة كشف عنها فيما بعد اللجنة الخاصة اخذت عنوين اقارب ثلاثين عالما عراقيا يشتغل في ميدان التسليح تقيم هذه العوائل في الولايات المتحدة استدعت للمخابرات الامريكية هذه العائلات وكلفت افراد منها بان يذهبوا الى العراق ويتجسسوا على اقاربهم لرفع معلومات الى الولايات المتحدة عن موضوع التسليح وصلت الى هذا الحد فالمنهج التجسسي كان واضح جدا وكان في السلطات العراقي مثلا ديفيد كي كان كبير مفتشين في الوكالة الدولية الطاقة الذرية عندما جاء للعراق العراق كان فيه قدرات امنية متقدمة وعقول دقيقة ومقدرة فالعراق اعلن مباشرة ان ديفيد كي جاسوس امريكي كذبت الوكالة الدولية الطاقة الذرية مفتش مهني بعد الاحتلال مباشرة ارسلته الولايات المتحدة الى العراق للبحث في موضوع هل هناك اسلحة الدمار شامل او لا واعترفوا بانه هو موظف في وكالة المخابرات المركزية الامريكية